اشتركوا في القناة مجمعا رشاد وكما وعدناكم في الحصة السابقة في نهاية ديسمبر الماضي لما تحدثنا عن مؤتمر حركة رشاد ومخرجات مؤتمر حركة رشاد ولم يسعنا الوقت آنذاك للحديث عن اللائحة المؤتمدة من طرف المؤتمر نحن في هذه الحلقة نقترح عليكم عرض هذه اللائحة والتي تخص تمدين الدولة والتحكم الديمقراطي في القوات المسلحة وهذا أمر حيوي بالنسبة للجزائر ولمستقبل الجزائر ونظرا لأن اللائحة هذه تحتوي على أمور تقنية فسأستعين بشرائح لتوضيح النقاط التي أود الحديث عنها وعلى كل حال اللائحة موجودة على موقع الحركة لكل من يريد أن يطلع عليها ويدرسها بتماع أن يجدها موجودة باللغة العربية وباللغة الفرنسية على موقع الحركة تمدين الدولة والتحكم الديمقراطي في القوات المسلحة رجل السياسة الفرنسي جورج كليمانسو كان قال أن الحرب أخطر من أن تترك للعسكريين قرار السلم والحرب قرار خطير له تبعات ويؤثر على المجتمع وعلى الدولة ككل بمختلف مكوناتها ولذلك فيجب أن يتخذ القرار من طرف السلطات السياسية ونرى في الحالات التي تغول فيها العسكر مثل ما يحدث الآن في الولايات المتحدة الأمريكية لما تتغول الآلة العسكرية والصناعة العسكرية وتصبح هي ضاغطة على القرار السياسي لإعلان الحرب كيف تجر الدولة إلى أشياء لا تحمد عقبها ونرى مغامرات الأمريكية في العالم في كل مكان وخاصة في العالم الإسلامي والتي سببها هو أن قرار الحرب أصبح ملك للآلة التصنيع العسكرية في الولايات المتحدة إذا كان الحرب أخطر من أن تترك للعسكريين فما بالك بالشأن السياسي أو بالسياسة ولذلك نحن نقول أن السياسة أخطر من أن تترك للعسكريين وخاصة في الدول التي لا تلتزم المؤسسة العسكرية بدورها الدستوري وبمهامها الدستورية ولكن تتجاوز هذه المهام لتصبح فاعل سياسي وليس فقط فاعل سياسي ولكن هي المحدد للسياسة داخل الدولة مثل ما يحدث في الجزائر إذا السياسة أخطر من أن تترك للعسكريين في الجزائر في الأشهر السابقة وتقريبا السنة الماضية لاحظنا بروز خطاب عن مشروع تمدين الدولة وهذا الخطاب لم يصدر بصورة واضحة وشفافة ولكن تخرج أمور وتتسرب أخبار عن قضية وجود مشروع لتمدين الدولة نابعة من أروقة النظام بالتزامن مع إعادة هيكلة مديرية لاستعلامات والأمن الدياراس يعني حيث أنه في الأشهر الماضية أو أكثر من سنة تقريبا بدأت عملية إعادة الهيكلة وتم سحب بعض الأقسام والصلاحيات من الدياراس وألحقت بقيادة الأركان للجيش ثم في نهاية هذه مرحلة إعادة الهيكلة تمت إقامة مدير الدياراس وفي اليومين سابقين سمعنا بحل الجهاز الدياراس سمعنا في وسائل الإعلام أنه تم حل جهاز الدياراس واستبدل بمديرية المصالح الأمنية أو ما يسمى مديرية المصالح الأمنية التي منذ الإعلان عن هذا الاسم الجديد أصبح يصطلح عليه عند المراقبين في الجزائر بعبارة الدياراس فاستبدل الدراس بالدياراس ولم يحدث سوى تغيير الاسم وتغيير العنوان ولكن المؤسسة باقية كما كانت عليه الملاحظ أن مشروع تمدين الدولة مع خطورته ومع أهميته بالنسبة للدولة الجزائرية لم يتم بناء عن حوار مجتمعي يعني مثل الأمور هذه الحيوية المصيرية بالنسبة للدولة في الدول التي تحترم فيها شعوبها يعني مثل هذه المشاريع تصار بناء على حوار مجتمعي موسع تشرك فيه بطبيعة الحال الجهيزة التنفيذية الحكومة والمجلس الشعبي الوطني والأحزاب السياسية والمجتمع المدني يعني كل مكونات المجتمع تدلي بدلوها من أجل الوصول إلى مشروع توافقي بطريقة شفافة لكن للأسف الشديد المشروع تمدين الدولة الذي تتحدث أو تتصرب أخباره عن طريق وسائل الإعلام يعني طبخ ويطبخ بعيدا عن المجتمع أريد التوفيح هنا لأن قضية تمدين الدولة والتحكم الديمقراطي في القوات المسلحة كانت ولا تزال من أولويات حركة رشاد ويعني منذ نشأتها منذ نشأة حركة رشاد ركزنا على هذا الموضوع الحيوي والشاهد على ذلك هو أن في مثاق حركة رشاد كان هناك تشخيص لتغول العسكري على مؤسسات الدولة المدنية والمجتمع وكان هناك أيضا اقتراح للعديد من التدابير لمعالجة الوضع هذا في مفاق حركة رشاد الذي أعلن في 2007 يعني منذ سنوات عديدة الآن ما هو رد فعل المواطنين أو رد المجتمع الجزائري على هذا المشروع الذي تتسرب أخباره عن طريق وسائل الإعلام الملاحظ للمشهد الجزائري يرى أن النظام له سوابق في إفراغ المصطلحات السياسية من محتوها هذا لحظناه لما نادى الشعب أو المواطن بالديمقراطية جاء النظام وقدم صيغة هزيلة الديمقراطية للمواطنين وأفرغ المصطلح من محتوها لما طالب المواطن بالمصالحة جاء أيضا النظام وقدم صيغة مشوهة للمصالحة وأفرغ المصطلح من محتوها وهلو مجرًا إذن التخوف الآن من استعمال هذا المصطلح تعتمد دولة والتحكم الديمقراطي في القوات المسلحة التخوف هو أن يكون ليس إلا مراوغة من طرف النظام للالتفاف على هذا المطلب الشعبي المهم ومحاولة لاستدامة حكم العسكر والمخابرات خاصة في الجزائر المشكلة هي أساسا مع المخابرات بثوب جديد يعني غير العسم غير العنوان لكن يبقى المظامين وتبقى العقيدة وتبقى المناهج تبقى هي هي ويحل جهاز الدياراس ويغير بجهاز آخر وتبقى جهاز مخابرات يتحكم فيه تتحكم فيه قيادة الأركان والرئاسة حصريًا بدون رقابة المشكلة أيضًا في هذا المجال هو أن المجتمع الجزائري وخاصة النخب السياسية من أحزاب ومثقفين وخبراء لما يتكلموا على قضية تمدين دولة والتحكم الديمقراطي في القوات المسلحة عادةً ما يكون الخطاب يعني لا يتجاوز الأمور العامة يعني عموميات يعني ولا ليس هناك في حد علمي أي جهد من أجل التعمق في هذا الموضوع والولوجة والدخول في التفاصيل يعني ما هو التصور تمدين دولة وما هي آليات التحكم الديمقراطي في القوات المسلحة هذه من الأمور التي للأسف شديد هناك فرع كبير والمفروض أن النخب السياسية في الجزائر يعني كلها تساهم في إفراء النقاش الذي يدور والذي يجب أن يدور حول هذا الموضوع وفي هذه اللايحة يعني تحديدا التي تطرحها حركة رشاد أو طرحها مؤتمر حركة رشاد هذه اللايحة هي مساهمة من أجل البدء في النقاش الوطني لأن هذا الموضوع يجب أن يحفز على نقاش وطني جامع لا يقصي أحدا من أجل التوصل إلى صيغة توافقية بين كل أبناء الوطن في كيفية تمدين دولة وكيفية تحكم الديمقراطي في القوات المسلحة النقطة الأخرى التي أود أن أشير إليها هو أن خطاب تمدين دولة الذي ظهر في هذه الآوينة الأخيرة يعتبر اعتراف ضمني بعسكرة الحياة السياسية في الجزائر وذلك منذ الاستقلال يعني الآن الكل يتكلم على أن الجزائر تفتقد إلى دولة مدنية هذا الخطاب هذا جديد يعني أنا أتذكر لما كان القلة القليلة من المواطنين الذين كانوا يتكلمون عن تغول العسكر في الجزائر يعني كانوا لما يتحدثوا هذا العمر يعني أمر طابو يعني من طابوهات التي كان نادرا ما يتجرأ المواطنون على ذكره لكن الآن يعني الجميع يتكلم عن الموضوع أصبح يعني حديث الخاص والعام أصبح حتى يعني الجهات المقربة من النظام حتى الأحزاب الموالات بل حتى يعني من أركان النظام من يتحدث الآن عن ضرورة تمدين الدولة والنأي بالبلاد عن عسكرة الحياة السياسية وهذا في حد ذاته تقدم ونحن نرحب به ونشجع أن المجتمع الجزائري تصبح فيه حرية أكبر للتعاطي مع هذه القفايا الشائكة التي كانت منذ زمن ليس ببعيد كانت تعتبر طابوهات لكن هذه القضية أو عملية تمدين دولة والتحكم الديمقراطي في نظر حركة رشاد يجب أن تتم طبقا لشروط يعني وخاصة أن هذه العملية يجب أن تنبفق عن رئيس يستمد شرعيته من انتخابات حرة ونازهة وأيضا يمارس مهمه تحت رقابة برلمان منتخب فعلا وصلتة قضائية مستقلة ونازهة إذن هذه الشروط الثلاثة التي إذا كانت العملية ستكون عندها مصداقية يجب أن تنبع عن مؤسسة رئاسية تستمد شرعيتها من انتخابات حرة ونازهة ورئيس يمارس مهمه تحت رقابة برلمان وطني منتخب فعلا وليس يعني معين عن طريق تزوير وفساد إداري وسلطة قضائية مستقلة ونازهة وليست تابعة وليست سلطة في معظمها أو في الكثير من سلطة تعتبر الفساد والتباعية إلى السلطة التنفيذية من الأمور التي من التوصفات التي توصف بها لدى المواطنين هذا إذن أمر حيوي يعني لا يعقل أن تتم عملية التمدين عن رئيس يفتقد إلى الشرعية الانتخابية وفي ظل برلمان لا يفتقد أيضا إلى الشرعية الانتخابية وسلطة قضائية مدرجنة أو تابعة للجهاز التنفيذي وهذا هو الوضع الحالي للأسف شديد في الجزائر ثم عملية تمدين الدولة يجب أن يسبقها مشروع أو برنامج لإزالة طابع العسكري للدولة ولما نتكلم على إزالة طابع العسكري للدولة نخص على وجه التحديد حل الدياراس وكل ملاحقها المعنية بالتحكم في مؤسسات الدولة والمجتمع لكن حل حقيقي وليس حل كما أشرت إليه في بداية الحصة كما أعلن عنه في وسائل الإعلام حل لا يعني سوى تغيير الاسم والعنوان لكن حل حقيقي لهذا الجهاز وسأتكلم أو أشرح لماذا ثم الشرط الثاني هو فصل الدرك الوطني عن وزارة الدفاع وإلحاقه بوزارة الداخلية الحقيقة الدرك الوطني هذا تقليد فرنسي واعتمدته الدول التي لها علاقة تاريخية بفرنسا وهو في الواقع من المؤشرات على عسكرة الدولة فإذن من الضروري أن يفصل الدرك الوطني ويحال إلى وزارة الداخلية مثل ومثل الشرطة والشيء المضحك المبكي هو أن الدولة التي قامت بطرح هذا النموذج نموذج فصل الشرطة عن الدرك وإلحاق الدرك بالعسكر الآن تراجعت يعني لو نشوفه في فرنسا الآن يعني تراجعوا عن هذا الفصل ولكن في بلداننا مازلنا نستعمل النموذج الاستدماري الذي تركته لنا فرنسا لما غادرت البلاد ثم تسريح الهيئات شبه العسكرية مع ضمان إعادة إدماج عناصرها في المؤسسات العسكرية والمدنية بما يتوافق مع حاجية الدولة يعني ليس من الصحي في مجتمع أن تكون هناك هيئات شبه عسكرية مثل الهيئات التي أنشئت في التسعينيات والتي يعني سلحة يعني قامت الدولة بتسليح يعني مجموعات وتضخمتها في المجموعات إلا أصبحت يعني مئات الألاف فهذا أيضا شيء يجب معالجته قبل الحديث عن تمدين الدولة هناك عدة معايير أو عدة شروط أو عدة إجراءات يمكن الحديث عنها في عملية تمدين الدولة أولها وضع تدابير دستورية وقانونية وتنظيمية وإجرائية دقيقة وقوية من أجل التحكم الديمقراطي في نشاطات الجيش الوطني الشعبي وتخص هذه التدابير أولا ضمعا أن القوة المسلحة للجيش الوطني الشعبي لا توجه أبدا ضد الشعب ولا تمارس بدون موافقته إذن ممارسة القوة المسلحة من طرف الجيش الوطني الشعبي يجب أن تنبع أو تكون بموافقة الشعب عن طريق ممثله والجيش الوطني الشعبي مهامه محددة دستوريا لا يجب أن يتجاوزها إذن قوة المسلحة للجيش الشعبي يجب أن تكون هناك ضمانات بأنها لا توجه أبدا ضد الشعب وهذا للأسف شديد ما يحدث في الدول التي يتغول فيها العسكر وهذا ما شهدته الجزائر لما يتدخل الجيش في الحياة السياسية ويصبح طرف سياسي وتصبح مهمته وهدفه هو إقصاء المنافسين السياسيين ويستعمل القوة المسلحة في عملية الإقصاء وهذا هو الخطر الذي يجب أن يتفادى أي دولة تصب إلى أن تكون مدنية إذن ألف ضمان أن القوة المسلحة للجيش الوطني الشعبي لا توجه أبدا ضد الشعب هذا أمر مهم وحيوي ولا تمارس هذه القوة المسلحة بدون موافقة الشعب عن طريق أو عبر ممثله في البرلمان وعن طريق التوافق النخب السياسية ثم شيء ثاني من هذه أو الأمر ثاني في هذه التدابير هو منع اختطاف القوة المسلحة للجيش الوطني الشعبي من طرف قادة سياسيين لفرض أنفسهم على منافسهم سياسيين أو على الشعب فهذا التقليد يجب القطيع معه إذا أردنا فعلا أن نقوم بتمدين الدولة ثانيا وضع تدابير تشريعية وتنظيمية وإجرائية من أجل الرقابة البرلمانية لنشاطات الجيش الوطني الشعبي من طرف المجلس الشعبي الوطني إذن أول من الأمور الهامة التي نحتاج إليها في عملية تمدين الدولة والتحكم الديمقراطي في القوات المسلحة هو أن البرلمان أن تكون هناك تدابير على المستوى التشريعي والتنظيمي والإجرائي يمكن البرلمان المنتخب أو الذي له البرلمان الذي يحظى بشرعية انتخابية تمكن هذا التدابير من البرلمان من الرقابة على نشاطات الجيش الوطني الشعبي الشيء الذي نلاحظه الآن حاليا هو أنه في البرلمان موجود لجنة الدفاع الوطني لكن للأسف شديد دورها مقزم وليس لها أي هامش من أجل الرقابة الحقيقية على مؤسسة الجيش الوطني الشعبي بل دورها محصور في أمور شكلية ما عندها حتى معنى إذن يجب وضع تدابير تشريعية وتنظيمية وإجرائية من أجل الوصول إلى مثل هذه الرقابة البرلمانية ثم أيضا نحتاج إلى وضع إجراءات قانونية للتحكم القضائي في نشاطات الجيش الوطني الشعبي إذن عندنا أمور إجراءات دستورية وإجراءات تشريعية وإجراءات قانونية هذه المستويات الفلافة للرقابة أو التحكم الديمقراطي في القوات المسلحة ثم نقطة الرابعة هي تمدين وزارة الدفاع الوطني حتى لا تكون مسيطرة عليها تمام من طرف العسكريين وتمدين وزارة الدفاع الوطني ليس استبدال العسكري بالمدني لنفس الوظيفة وإنما هو الانتقال التدريجي للجيش إلى مؤسسة مدنية عسكرية يعني مختلطة مدنية عسكرية حقيقية تحت قيادة مدنية تكون تحت قيادة مدنية من أجل تعزيز الديمقراطية والدفاع الوطني هذا أمر حيوي وسنرى ما هو دور وزارة الدفاع الوطني في الدولة المدنية وزارة الدفاع الوطني عندها دور سياسي إذا كانت وزارة الدفاع بإدارة مدنية دورها السياسي هو ضمان الارتباط بين الحكومة المنتخبة ديمقراطيا وقادة الجيش إذن الارتباط بين الحكومة وقادة الجيش يكون عن طريق وزارة الدفاع التي تدار بإدارة مدنية ويعني ذلك التحكم في الجيش وتطويره بما يتماشى مع السياسة الدفاعية للحكم المدنية معناها تطوير الجيش والتحكم فيه يتماشى مع السياسة الدفاعية للحكومة المدنية التي تعبر عن ما يريده الشعب إذا كانت منبفقة عن انتخابات حرة ونزهة إذا كانت منبفقة فعلا عن إرادة شعبية فتكون السياسة الدفاعية التي لها شرعية شعبية هي التي تحدد تطور الجيش وعقيدته إلى غير ذلك ثم دور وزارة الدفاع التي تدارها إدارة مدنية دورها السياسية أيضا يتمثل في تفادي تسييس الجيش أو تحزبه أو تدخله في العملية السياسية هذا يعني لما تكون هناك وزارة الدفاع بإدارة مدنية الأمر هذا يحول دون تسييس الجيش أو تحزبه أو تدخله في العملية السياسية وهذا الغرض من تمدين الدولة ثم دورها السياسية أيضا يتمثل يعني دور وزارة الدفاع بإدارة مدنية يتمثل في إيصال احتياجات الجيش المالية والتشريعية وغيرها إلى الحكومة وأيضا في ضمان الشفافية والمسائلة للمؤسسة العسكرية أمام البرلمان والمجتمع فهذا هو الدور السياسي لوزارة الدفاع بإدارة مدنية وهذا الوزارة لها أيضا دور تسيير وإدارة يتعين عليها أيضا أن تقوم بدور التسيير والإدارة الفعالة والشفافة والمستديمة اقتصاديا للإنفاق العسكري المنسجم مع الأولويات الاقتصادية الوطنية إذن هذان الدوران الدور السياسي والدور التسيير والإداري هم الذين يخدمان المؤسسة العسكرية حتى تكون مؤسسة فعالة وتكون مؤسسة لها شرعية يعني تلبي حاجيات وتربي الإرادة الشعبية في قضايا الدفاع الوطن الجزء ثاني من هذا العرب سأخصصه إلى مسألة إصلاح مصالح الاستخبارات تحديدا وهذا جزء من إصلاح القوات المسلحة ونركز على هذا الأمر لأنه في دولنا وخاصة في الجزائر المشكل الأساسي هو قضية استغوال مصالح الاستخبارات وليس المؤسسة العسكرية ككل ولكن من الأسف شديد في تاريخ الجزائر الحديث يعني رأينا كيف قامت قيادات مصالح الاستخبارات بالتحكم والسيطرة على كل المؤسسة العسكرية وتوظيفها من أجل مصالح سياسية أو سياسوية رخيصة إصلاح مصالح الاستخبارات هو أن تصبح هذه المصالح مصالح حقيقية ولا تتحول إلى مفاسد على الشعب الجزائري يعني مصالح حتى كلمة مصالح يعني مصالح أنها في الأساس تخدم مصالح الشعب تخدم المصالح العليا لشعب الجزائري إذن كيف يتم إصلاح هذه الأجهزة أو هذه المصالح الاستخبارات سأتعرف إلى فمانية عنوين أولا سأتحدث عن التفويض ثم الهيكل والحجم ثم الصلاحيات ثم قضية التحكم ثم تليها مسألة عدم الانحياز ثم إدارة البيانات الشخصية وفي الأخير قضية حماية حقوق الإنسان فيما يخص التفويض تفويض مصالح الاستخبارات يجب تحديد تفويض مصالح الاستخبارات بشكل مقيد وواضح في قانون معلن يناقش ويعتمد من طرف المجلس الشعبي الوطن هذا أمر حيوي المصالح هذه لازم يكون عندها تفويض من طرف الشعب عن طريق ممثلية وهذا التفويض يجب أن يكون مقيد وواضح في قانون معلن يطلع عليه كل مواطنين ولا يجب أن يكون في ورقة سرية في درج من مغلق يعني ولا يعلن عنه ويجهله المواطن ويتضمن يجب أن يتضمن هذا التفويض أولا تعريف دقيق وصريح مع قائمة شاملة للتهديدات ضد الأمن الوطني يجب أن تحدد التهديدات ضد الأمن الوطني والمجتمع الجزائري عبر ممثليه المنتخبين ومنظماته المجتمعية هو من يعرف الأمر الذي يمثل تهديد وليس مصالح الاستخبارات إذن قضية تحديد التهديدات ضد الأمن الوطني هذا أمر سياسي أمر سيادي وسياسي يجب أن تقوم به يقوم به الشعب الجزائري عن طريق ممثليه لأنه دور أو مهمة مصالح الاستخبارات ليس في تحديد التهديدات كما سيأتي لاحقا في هذا العرب ولكن ممكن المساعدة التقنية من جلب المعلومات وتوفيرها لكن في نهاية الأمر الذي يقرر ويحدد أن الجهة الفلانية تمثل تهديد ضد الأمن الوطني والجهة العلانية لا تمثل تهديد هذا أمر سيادي للشعب الجزائري يكون فيه القرار عن طريق ممثلين الشعب في المتخبين إما في البرلمان أو في المنظمات المجتمعية وغيره ثم التفويض يجب أن يقيد دور مصالح الاستخبارات في البحث والتحليل ونشر المعلومات لمساعدة السلطة التنفيذية وغيرها من المؤسسات الوطنية لحماية الأمن والسكان والممتلكات والحقوق هذا أيضا أمر حيوي في التفويض أن يتم تقييد دور مصالح الاستخبارات في البحث والتحليل ونشر المعلومات ثم هناك التأكيد يعني في إطار تفويض هذا لمصالح الاستخبارات يجب التأكيد على مسؤولية ومسائلة مصالح الاستخبارات من قبل الهيئات العمومية للمراقبة والتحكم التي تقوم بانتظام باستعراض طريقة التي تمارس بها مصالح الاستخبارات تفويضها إذن هذا الأمر أيضا حيوي يعني هناك تقييد لدور مصالح الاستخبارات وهناك أيضا تأكيد على المسؤولية وعلى المسائلة من طرف جهات مخولة لهذا الأمر هناك أيضا شيء متعلق بالأسس القانونية يعني يجب مراجعة جميع القوانين التي تعمل بموجبها مصالح الاستخبارات الجزائرية والاحتفاظ فقط بالقوانين المعلنة نتكلم هنا على مستوى القوانين القوانين المعلنة التي تتماشى مع الدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي الجزائر طرف فيه ثم مراجعة كل اللوائح التكميلية غير المعلنة هنا على مستوى اللوائح يعني تكلمنا على مستوى القوانين التي يجب أن تكون معلنة ثم على مستوى اللوائح تكميلية غير المعلنة يعني مراجعتها وإلغى جميع تلك التي لا تتفق مع الدستور والمعايير التي تحددها القوانين المعلنة أو تلك التي قد تكون ضارة بحقوق الإنسان إذن هذا يجب مراجعة وافية للأسس القانونية لعمل مصالح الاستخبارات بحيث تتماشى مع الدستور ومع القانون الدولي لحقوق الإنسان أيضا دائما في إطار الأسس القانونية يحدد القانون الداخلي لمصالح الاستخبارات على وجه الخصوص أولا تدابير البحث عن المعلومات التي تستخدمها مصالح الاستخبارات ثم أهداف هذا البحث عندما يكونوا مسموحا به فئات الأشخاص والأنشطة التي يمكن أن تستهدفها في التدابير مستوى الاشتباه المطلوب الذي يبرر اللجوء إلى هذه التدابير المدة القصوى لتطبيق هذه التدابير إجراءات الترخيص والرقابة على استخدام هذه التدابير إذن كل هذه الأمور تدخل في التفاصيل أن مصالح الاستخبارات يمكن أن تقوم بتدابير من أجل البحث عن المعلومات فيما يتعلق بالأشخاص والمنظمات إلى غير ذلك لكن يجب أن يحدد القانون الداخلي كل هذه النقاط التي ذكرتها يعني التدابير تحديدها بدقة وأهداف البحث وفئات الأشخاص ومستوى الاشتباه حتى ما يتبقى لأمور فنفاضة يعني أي واحد أكفاء يكون يعني محل أو لا يرضى لا ترضى عنه الجهة والجهة التنفيذية يصبح محلاً أو مستهدفاً ويصبح ضحية لإجراءات تعسفية لا تحدد الفئات والأنشطة التي يمكن أن تستهدفها عملية البحث عن المعلومات وأيضا مستوى الاشتباه المطلوب الذي يبرر اللجوء إلى تدابير البحث عن المعلومات ثم المدة القصوى وإجراءات الترخيص والرقابة على استخدام هذه التدابير التي تشرك بطبيعة الحال الأجهزة القفائية ثم النقطة الثالثة التي يجب تنبيه إليها هي قوية الهيكل والحجم ويجب أن لما نتطرق إلى إعادة هيكلة مصالح الاستخبارات يجب التنبيه بأن أجهزة الاستخبارات منذ الاستقلال وخاصة في النسخة الأخيرة التي كانت تتمثل في مديرية الاستعمال الاستعلامات والأمن الدراس مصلحة استخبارية عسكرية تابعة الجيش في واقع الأمر هي تبقي على سيغة تبقي على التقليد الاستعماري للتهدئة الداخلية أو خاصة حينما تتجسس وتقمع الجزائريين المدنيين يعني هذا تقليد يعني كان الشعب الجزائري يعاني منه أيام الاستعمار ولكن للأسف الشديد استمر هذا النمط بعد الاستقلال في سياغ مختلفة وصلت القمة في القمع وفي التجسس وصلت في لما كانت اليد الطولة لمديرية الاستعلامات والأمن إذن يجب أن تختفي هذه الهيئة ذات التاريخ المخزي ليحل محلها أولا مصلحة استخبارات عسكرية تقتصر على البحث عن المعلومات وتحليلها فيما يخص التهديدات ضد الجيش الوطني شعب إذن هذه مصلحة استخبارات عسكرية إذن تقتصر على البحث عن المعلومات وتحليلها فيما يخص التهديدات وهذه المعلومات هذه يتم إرسالها إلى قيادة الجيش وإلى السلطة التنفيذية وأيضا يكون دورها دور هذه المصلحة مصلحة الاستخبارات العسكرية يكون دورها هو حماية نظم المعلومات والاتصالات الحساسة المرتبطة بالدفاع الوطني إذن هذا هو اختصاص مصلحة الاستخبارات العسكرية هو البحث عن المعلومات وتحديدها وتحليلها فيما يخص التهديدات ضد الجيش الوطني شعبي حيث يتم إرسالها إلى قيادة الجيش وإلى السلطة التنفيذية حتى تتخذ تدابير اللازمة ضد هذه التهديدات والدور الثاني هو حماية نظم المعلومات والاتصالات الحساسة المرتبطة دائما بالدفاع الوطني هذه المصلحة الأولى ثم مصلحة ثانية هي مصلحة استخبارات مدنية إذن نحل الدياراس وننشئ مصلحتين مصلحة استخبارات عسكرية ومصلحة استخبارات مدنية تبحث وتحلل وتنشر المعلومات لمساعدة السلطة التنفيذية وغيرها من المؤسسات الوطنية لحماية الأمن والسكان والممتلكات والحقوق هذا هو دورها الحصري في إطار إصلاح مصالح استخبارات يجب أن تمنع مصلحة الاستخبارات العسكرية من جمع المعلومات عن الجزائريين المدنيين وعن الموضوعات التي لا ترتبط بشكل صارم بالدفاع الوطن إذن يجب الفصل بين صلاحيات المصلحتين مصلحة الاستخبارات العسكرية ومصلحة الاستخبارات المدنية إذن يجب أن تمنع مصلحة الاستخبارات العسكرية من جمع المعلومات عن الجزائريين المدنيين وعن الموضوعات التي لا ترتبط بشكل صارم ومباشر بالدفاع الوطن ولتفادي أي تدخل للقوات المسلحة في الشؤون المدنية في حالة ما إذا شكل أفراد أو جماعات من المدنيين الجزائريين تهديدا للجيش الوطني الشعبي فإنه في هذه الحالة يطلب من مصلحة الاستخبارات المدنية جمع المعلومات بخصوصهم إذن توكل هذه المهمة إلى مصلحة الاستخبارات المدنية ولا تقوم مصلحة الاستخبارات العسكرية بهذه المهمة بنفسها بطريقة مباشرة ثم الأمر الثاني المتعلق بالحجم حجم المصالح الاستخبارية يعني يجب أن لا يتجاوز حجم مصلحة الاستخبارات العسكرية ومصلحة الاستخبارات المدنية ما يستدعيه حجم أو ما يتطلبه حجم ساكنة الجزائر يعني من غير معقول أنه يكون حجم المصالح هذه مصالح الاستخبارات العسكرية والمدنية يعني غير متناسب مع سكان مع عدد سكان الجزائر يعني يصبح هناك تغول فعلي تغول لهذه المصالح وتسلط وبهذه الطريقة لما يكون هناك حجم يفوق الحجم المعقول تصبح لهذه المصالح تصبح لها نوايا وتصبح لها أطماع وتصبح لها تحن إلى القيام بأشياء ليست من صلاحيتها ثم في قضية الصلاحيات النقطة الرابعة الصلاحيات والمسؤوليات المحفوظة لمصالح الاستخبارات يجب أن تحدد بوضوح وبسرد مستفيد في القانون الجزائري يعني القانون الجزائري يجب أن يحدد ويوضح ويسرد صلاحيات مصالح الاستخبارات ولن يسمح باستخدام هذه الصلاحيات إلا إذا كانت الهداف تتوافق مع الأسباب التي من أجلها تم منحها إذا الصلاحيات مرتبطة بالأهداف والأهداف التي تكلمنا عليها من قبل التي يقوم بتحديدها الشعب الجزائري عن طريق ممثله ولن يكون إذا أردنا أن نقوم بإصلاح مصالح الاستخبارات يجب أن لا يكون لمصلحة الاستخبارات العسكرية أي صلاحيات لإيقاف أو اعتقال المدنيين الجزائريين وينبغي إدراج هذا الحظر بشكل واضح في التشريعات الوطنية في حالة ما إذا قرر المجلس الشعبي الوطني إعطاء مصلحة الاستخبارات المدنية صلاحيات لإيقاف والاعتقال مع أن بعض الديمقراطيات فضلت الفصل بين النشاط الاستخباراتي ووظيفة إنفاف القانون يعني من يقوم بالنشاط الاستخباراتي ومن يقوم بوظيفة إنفاف القانون هي مصالح منفصلة لكن إذا سلمنا وقلنا أن المجلس الوطني قام بإعطاء مصلحة الاستخبارات المدنية صلاحية الإيقاف والاعتقال فيجب أن يكون اللجوء إلى هذه الصلاحيات خاضعاً للمراقبة القضائية فيما يخص قانونية الحرمان من الحرية وتوافقه مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ويتم احتجاز الموقوفين مؤقتاً في المراكز الرسمية القانونية وليس في المراكز السرية يعني يجب أن تكون هناك مراكز رسمية قانونية ولن يسمح في أي حال أن تقوم مصلحة الاستخبارات المدنية بإدارة مراكز الاحتجاز الخاصة بها يعني إن كانت معلنة أو سرية أو استخدام أماكن احتجاز غير معترف بها تديرها أطراف فالفة إذن يجب أن تكون أن يسمح باحتجاز الموقوفين مؤقتاً إلا في المراكز الرسمية القانونية والتي يقوم بالإشراف عليها يعني جهات مخولة لذلك ولا تقوم بالإشراف عليها مصالح الاستخبارات بنفسها النقطة الخامسة هي قضية التحكم إذن يجب أن تخضع مصلحة الاستخبارات للتحكم من طرف عدة هيئات وعلى عدة مستويات حرصاً على الفصل بين سلطة التحكم المستوى الأول هو تحكم عن طريق أو من طرف سلطة التحكم داخل المصلحة هذا أول مستوى للتحكم ثم يأتي التحكم عن طريق السلطة التنفيذية ثم يأتي التحكم عن طريق هيئة منبثقة عن مجلس الشعب الوطني ثم يأتي التحكم عن طريق هيئة قضائية إذن هذه المستويات الأربعة مجتمعة متكاملة هي التي تفمن فعلاً التحكم الديموقراطي لمصالح الاستخبارات وتستعرض هذه الهيئات يعني على المستويات الأربعة تستعرض هذه الهيئات التي تتمتع بكافة صلاحيات تفتيش مراكز ووثائق وأنشطة مصلحة الاستخبارات بنتي فام تقوم بالاستعراض يعني بنتي فام استعراض دوري ماذا تستعرض؟ تستعرض ما إذا كانت مصلحة الاستخبارات تحترم القوانين الوطنية خاصة تلك المتعلقة بحق الإنسان وما إذا كانت تستعمل بشكل صحيح الموارد المالية العمومية المخصصة لممارسة تفويضها إذن هذه هي النقاط التي يجب أن تتأكد منها هذه الهيئات الرقابة النقطة السادسة هي عدم الانحياز فيجب على مصلحة الاستخبارات المدنية أن تبقى محايدة سياسياً وأن لا تتحرك لصالح جماعة سياسية أو ضد أخرى وبالمثل فإنها لا تستخدم صلاحياتها لدعم أو للتمييز ضد مصالح مجموعة جهوية أو لغوية أو أيديولوجية أو اقتصادية يعني هذا الأمر حيوي جداً يجب ضمان عدم انحياز مصالح الاستخبارات بحيث تكون مصالح تخدم الشعب الجزائري بكل مكوناته ولا تنحاز إلى طرف ضد طرف طرف سياسي أو مجموعة جهوية أو لغوية أو أيديولوجية أو اقتصادية تدابير عدم الانحياز تشمل الأمور الآتية أولاً إخفاع تعيين قادة مصلحة الاستخبارات للتحكم من طرف الهيئات غير تنفيذية ثانياً تحديد مدد عهد المدرع في مصلحة الاستخبارات والإشارة الصريحة في عقود التشغيل بأن التحيز السياسي أو الجهوي أو اللغوي أو الأيديولوجي سبب كاف للفصل هذا أمر مهم النقطة ثانية تحديد مدد عهد المدرع ليس من المعقول أن يبقى مدير جهاز مخابرات 25 سنة بدون ما يتغير هذا شيء شاذ يجب أن تكون عهد وعدد عهد المدرع في مصلحة الاستخبارات يكون محدد وتكون إشارة صريحة في عقود التشغيل بأن أي واحد أي موظف في مصلحة الاستخبارات إذا كان لوحظ منه أنه تحيز سياسياً أو جهوياً أو لغوياً أو أيديولوجياً يكون ذلك سبباً كافياً للفصل ثالثاً حفر النبال داخل حزب سياسي أو دعمه أو تقاضي أدو أموال منه لموظف في مصلحة الاستخبارات وأيضاً حفر اختراق المنظمات أو التدخل في شؤونها هذا أيضاً شيء يعاني منه المجتمع المدني في الجزائر ويجب أن تكون هناك تدابير تقي المجتمع من هذا الاختراق والتدخل في شؤون المنظمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني من طرف مصالح الاستخبارات ورابعاً حفر العمل ضد الأنشطة السياسية القانونية لاسية ما جميع أشكال التعبير والاحتجاج السلمي هذه الأمور دستورية وليس لمصالح الاستخبارات أي دخل فيها إذن هذه الأمور لازم تكون واضحة في التشريعات والقوانين الوطنية فيما يخص إدارة البيانات الشخصية يجب تحديد أنواع البيانات الشخصية التي يسمح لمصلحة الاستخبارات جمعها وذلك بشكل مقيد وواضح في قانون يمكن ارتلاع عليه يكون معلن كما يحدد هذا القانون الشروط التي تحكم استخدام البيانات والكشف عنها والاحتفاف بها وحذفها هذه الأمور خاصة قضية البيانات الشخصية وقواعد البيانات هذه أمر حساس جدا ولذلك يجب أن تكون التعامل مع البيانات الشخصية مقنن بصورة دقيقة وتقوم هيئة رقابة مستقلة هذا أيضا ضمان على أنه لا تستعمل البيان في غير محلها يجب أن تكون هناك هيئة رقابة مستقلة مهمتها تقوم بمراجعة دورية لكيفية إدارة مصلحة الاستخبارات للبيانات الشخصية وبالإضافة إلى صلاحيات التحقيق والوصول إلى جميع الوفائق تكون لهذه الهيئة القدرة على الأمر بالكشف عن المعلومات التي تم جمعها عن المواطنين المستهدفين وربما إلى إزالتها إذا اكتشف أو تبين أن جمع المعلومات عن شخص أو عن مجموعة كان شيئا تعسفيا ويمكن في حالة إصلاح المصالح الاستخبارات يكون المواطن له الحق وله الإمكانية للوصول إلى البيانات الشخصية التي تمتلكها مصلحة الاستخبارات بشأنه ويتعين على هذه المصلحة تبرير أي قرار بعدم الكشف عن البيانات الشخصية التي يتم جمعها أمام هيئة رقابة مستقلة كما يجب أن تظل حالات رفض الكشف عن البيانات الشخصية استفناء يعني إذا كان ترفض المصلحة الكشف عن البيانات الشخصية يعني هذا الرفض يجب أن يكون استفناء يكون منصوص عليه في القانون ويكون هناك برهنة على أن هناك مبرر قوي من أجل رفض الكشف عن البيانات وفي النهاية قضية حماية حقوق الإنسان يجب أن تتم أي تدابير تقيد حقوق الإنسان يجب أن تتم بموجب قانون يوافق معايير القانون الدولي حقوق الإنسان ويجب أن لا يكون الأمور تكون اعتباطية وتكون عشوائية وليست مقيدة بقوانين إذا كان هناك تدابير تتخذ من شأنها أن تقيد حقوق الإنسان فيجب أن يتم ذلك بموجب قانون يوافق معايير القانون الدولي حقوق الإنسان ويسرد بصراحة وبالدقة هذه التدابير ويحدد شروط اللجوء إليها وتشمل هذه الشروط مبررا يجب أن تقدم مصلحة الاستخبارات مبررا يبرهن بوضوح بأن هذه التدابير من شأنها حماية الأمن الوطني كما يعرفه القانون الوطني إذا كان مهمة إذا كان جهاز الاستخبارات أو مصلحة الاستخبارات تريد أن تقوم بتدابير لتقييد حقوق الإنسان ضد مواطن يجب أن تبرهن بوضوح بأن هذه التدابير من شأنها حماية الأمن الوطني كما يعرفه القانون الوطني وأيضا يجب أن تكون هناك إجراءات ترخيص المنصوص عليها في القانون يجب أن تكون التدابير هذه تحترم أو تنبى فقعا إجراءات الترخيص المنصوص عليها في القانون ويطبق القانون على موظف مصلحة الاستخبارات مثلهم مثل أي مواطن آخر يعني ما كانش هذه لا يعامل موظف مصلحة الاستخبارات كمواطنين من درجة خاصة لا هم مواطنين مثل كل مواطنين يسري عليهم القانون ويطبق مثلهم مثل أي مواطن آخر وكل موظف يخالف أو يعمر الآخرين بانتهاك الدستور والقوانين الأخرى يرتكب بذلك جنحة أو جناية يعني هذا يجب أن يكون أيضا واضح في التشريعات الوطنية والأمر فالف هو أنه على موظفي مصلحة الاستخبارات رفض الامتفال للأوامر التي تخرق القانون الوطنية والقانون الدولي لهقو الإنسان ويجب وضع يعني حتى تكون هناك ظامنات لهذا الأمر يجب وضع إجراءات داخلية وهيئة مستقلة مفوضة للتمكين من الإبلاغ عن المخالفات وحماية الموظفين الذين يرفضون الامتفال للأوامر غير القانونية لأن هناك موظفين وهذا لاحظناه حتى في تاريخ الحديث في الجزائر كان هناك موظفين في تسعينيات رفضوا الامتفال للأوامر بالقمع وبالتعذيب وبارتكاب المجازر إلى غير ذلك ولكنهم لعدم وجود مثل هذه الظامنات التي نتحدث عنها هنا قامت قيادة مصالح الأمن بقمعهم حتى منهم من قتلوا ومنهم من عذبوا وماتوا تحت التعذيب يعني هذو الرجال الشرفاء النزهاء الذين رفضوا ارتكاب جرائم ضد الشعب فإذن يجب أن تكون هناك إجراءات داخلية وهيئة مستقلة مفوضة للتمكين من الإبلاغ عن المخالفات وحماية الموظفين موظفي مصالح الاستخبارات يجب أن تكون لهم حماية إذا رفضوا الامتفال للأوامر غير القانونية بهذا القدر أيها الإخوة والأخوات عزائي المشاهدين أكون قد عرفت عليكم مضمون اللائحة السياسية التي خرج بها مؤتمر حركة رشاد الأخير والمتعلقة بتمدين الدولة وبالتحكم الديمقراطي في القوات المسلحة وكما أشرت إليه في بداية هذه الحصة هذه اللائحة تعتبر عنصر من أجل إفراء النقاش الوطني ونرجو ونتمنى أن تقوم المنظمات السياسية الجزائرية ومنظمات المجتمع المدني بإفراء هذا النقاش حتى يتمكن المجتمع الجزائري من سياغة استراتيجية توافقية حقيقية تؤدي إلى التمدين الفعلي الحقيقي للدولة الجزائرية والرقابة الشعبية الديمقراطية الحقيقية على القوات المسلحة بما يأتي بالخير على المجتمع وحتى على القوات المسلحة وعلى أجهزة الاستخبارات سيأتي هذه العملية بالخير لهم ونحن نؤكد دائما أن هذه المصالح يعني مؤسس الجيش ومصالح الاستخبارات هي أجهزة حيوية تحتاجها الدولة الجزائرية ويحتاجها الشعب الجزائري إذا كانت تخدم المصالح الوطنية العليا إلى فرصة أخرى إن شاء الله فرصة لقاء معكم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر